بسم الله الرحمن الرحيم حمدي دردور 34 نسناء من منطقة الجواسم الشرقية شربان المهدية خريج جامعي وناشط في المجتمع المدني مترشح للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية عن دائرة الجواسم الشرقية شربان المهدية نتوجه اليوم للناخبين بدائرة الجواسم الشرقية لتفسير البرنامج الانتخابي كما نعرف منطقة الجواسم الشرقية تعاني عديد النقاس وبكلنا نعرفها وسنعمل على حال حالة هذه المشاكل وإيجاد حلولها اليوم تقريبا صغار الفلاحين الفلاحين يعانون ندرة المياه تقريبا غلاء الأعلاف إلى غير ذلك اليوم تقريبا إذا التأسيس يعني جمعية تنموية عندها دور كبير أنها باشتعاضل صغار الفلاحين أحداث منطقة ساقوية أصحاب الحرف يجبوا الاعتناء بهم أحداث دار خدمات بالجواسم الشرقية لتقريب الخدمات أحداث مكتب بريد لملاء أحداث نوادي شباب يعني عديد الساحين تقريبا لدينا زوز مستوصفات ولكن يفتقروا أكيد لأبسط التجهيزات والبقية يمشيوا يعني يتنقلوا مسافات بعيدة لما لا تركيز زوز مستوصفات أخرين أو مستوصف على أقصى تقدير يعني عديد المشاكل إن شاء الله نسعه إنه باش نحلوها نحب نتوجه بكلمة كذلك إلى الشباب لنجم يكون رقم صعب ويلعب دور فعال ويقوم بدوره المواطني والوطني في الانتخابات هذه ويمارس حقه وواجبه تجاه بيده حتى إذا كان مش مقتنع بأي شخص ما أمشي يصوت وحط حتى ورقة بيضاء وما تكونش فقط عدد في التعداد السكاني نحب نتوجه كذلك بكلمة للناس اللي انتخبتني في الدور الأول أو أن أمان ما انتخبتنيش في الدور الأول وباش تنتخبني في الدور الثاني إيماناً بينها ببرنامجي وأهدافي نعدم إني باش نكون على قد المسؤولية هذه ونحاول أني أسعى نقدم كل فيما وسعي بالذود عن حقوق المنطقة والدفاع لها وإن شاء الله إذا كان تمكننا بالنجاح أن نكون خير صوت للمنطقة وشكراً اشتركوا في القناة